فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما اجوا فوق بعض فشايفي انهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك اياها او انه هما رح ياخدوا اذا مش قريدي صار يعني او انه رح ياخدوا جزاؤهم ففيه كارمة كبيرة من هاي الناحية اذا ان ظلمت انت رح تاخد حقك في هاي الفترة اذا مش قريدي اخدته لان واضح جدا بالكروت هذا الكرت بشوفه اكتر لاحياء جوانب حتى لو مش مشروع جوانب في شخصيتك انت كنت مهملها وكنت عم تطلع على الامور بسطحية شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي الامور اللي ماتت جواتك مثل الفرح السعادة لك فترة ما انبسطت فعم بشوفك بتحاول انه تتغير بتحاول انك تغير داخلك كمان مش بس الخارج ولكن كمان من الخارج انت عم تهتم كتير بهاي الفترة يمكن عم للنساء عم يفكروا بعملية تجميل او انه يعني نقصوا وزنهم يعني ايشي له علاقة بالهيئة بالشكل او انه يشتروا كتير هاي الفترة اواعي ملابس اه فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الامور يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف في توازن في الموضوع الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسع على بر عم بتوضح الامور قدامك عم ينتهي هذا الصراع اه في البعض من برج السرطان عم بشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا اه من الناس اللي قلنا يمكن عليهم انه يأسروا عليه في لانهم هما بيأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كزا اه فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز اه ما عم يخلي حدا يعني يتشمت في عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة يمكن خايف برج السرطان من انه يترك وظيفته او انه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول اه ولكن لا انا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس في تطور بالمستقبل اه شايفك كمان انه في وفرة مالية في نهاية هاي الفترة اه او انك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على او بتستنى فيه ارث معين المهم في قضية يعني اه فيها مال ازا كانت في المحكمة فهي لصالحك او بشوفها اكتر انها مش محكمة بشوفها اكتر اه عن طريق التراضي يعني انه ما بتوصل للمحاكم وازا كانت وصلت للمحكمة موضوع معين فالنجاح لايلك ولكن شايفي فيه شوية صبر عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت اه تحاول تكون لحالك اه في اغلب الامور وكأنك فقدت الثقة في كل اللي حواليك بالفترة الماضية اه حسيتك لا يعني عم بتكون اه اكتر اجتماعية بالفترة الجاي اكتر 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 انفتاح على العالم يمكن عم حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت اه بهدف العمل او ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف بس عم تتواصل بطريقة كبيرة اه من للخارج او حتى سفر رح تسافر اه ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر رح يكون سفر ولكن سفر اه غير المتوقع يعني رح يعني بتكون اول شي متخوف منه من هذا الصف اه بتكون بدك اياه اوك اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر بس مبين انه البلد الجديد او المكان الجديد اللي انت رايح عليه اه مكان رائع احسن من المكان اللي انت فيه حاليا. هون بشوف شخص من طاقة نارية او مائية حتى ممكن تكون ترابية. عم بيحاول يتقرب منك. البعض منكم في العمل. اه هذا الشخص يعني الو فترة عينوا عليكم. الو فترة عم بيحاول يراقب السلوب تبعكم. عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب. فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع. وشايفيته انه بمشي للجدية يعني في فيه استمرارية بالموضوع. اه شايفيتك انك اه طبعا الناس اللي بيستنوا حمل او كزا في احتمال انه يصير فيه حمل هاي الفترة. لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع. موضوع الاجهاض او هاي المواضيع. خلي الامور طبيعية. اه شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد اه يعني سن معين او تأخروا بالزواج. انا ما بسمي تأخير بالزواج. ولكن في ناس بيفكروا انه اه هما تأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هادا النوع. بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب. رح يلتقوا بشخص اه على علاقة جدية. في يعني ما نضيع اه فرص. حتى لو كان في شخص قديم في حياتنا. يعني نفكر بعقلنا اكتر خلينا نقول. خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام. برج السرطان شو في عنده. برج السرطان فيه كار ما رح تتحقق. فيه استشفاء. عم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بحاول ينساك. لكن فيه سعادة يعني اه بنهاية العلاقة. النهاية رح تكون اه سعيدة جدا. العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن اكتر. عم تكون على اسص صحيحة. اه عم يؤدي للارتباط. انا شايف هاي علاقة جدية. مش علاقة يعني. قبل شوي بيّنوا العزاب عندنا. وهلأ و. اوكي. هلأ عم بيبين. وبينوا برضو متأخرين شوي في الزواج. وهلأ عم بيبين عندي النوع من الفراء يعني في ناس مفترئين. فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي في بترة. يسا خلينا نشوف. زي ما قلت لك في اه في اه يعني في استشفاء او اه عم تحاول انك اه تنسى اه ايش شريك. لكن بالنتيجة اه طبعا القراءة حبايدة ممكن تكون عكسية. لانه قراءة عامة وعاطفية. اه شايفيتك. يعني شوفهم طلع عندك تسعة وتسعة. يعني قربت كتير من نهاية الموضوع. قربت كتير من النهاية السعيدة. اه شايفة هاي العلاقة زي ما قلت لكم بتودي على الارتباط لانه في عندنا اربعة هون اللي هما اربع يعني دعائم. هو كأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكرت عشان ما تستغربوا. اه لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم. انا كنت اه استعمل كروت معينة عشان انتو تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة او بس. اه بس ازا بتكم كل مرة بنفتح بكروت اه شكل ما في مشكلة. ايسان هادا الكرت انا بشوفه في دعائم اربعة. اي شيء بتحطه على اربع دعائم بتكون اه يعني على ارض ثابتة. يعني موضوع جدي انا بشوفه مش موضوع اللي هو عابر او كزا بينك وبين الشريك. انتو ناس مفترقين اكتر. اه شايفي في اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم اه بيكون اه يعني امور امور انت مفكرها كانت اه شر او كزا اه امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك. اه لكن اه لا فيه تطمينات بعدين في يعني رح تنتهي هاي الامور كل اياتها رح تختفيه. رح يصير فيه فرصة للقاء بناتكم رح تلتقوا او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التليفون ما بعرف. اه المهم اه فيه كار ما عندك رح تتحقق. وجاي تحتيها اللي هم يعني شايفي هدول الكارتين اكتر على المال. فيه ناس اه يمكن اه راح من ايده مبلغ من المال رح ربنا يعوضه. وكمان بالحياة العاطفية يعني اه عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية. خاصة ازا كان مظلوم ازا كان يعني مش منه الغلط فعم بيرجعله حقه كامل. عم بشوف اه فيه انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه. شايف اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه. وهاي قراءة عكسية ممكن تكون اليك او للشريك. هون شايفة كل ما بتحاول تتشافه وانك اه تنسى الطرف التاني بالعكس عم بتزداد اه حب لالو عم بتزداد اه تزداد نار الحب اه كل ما بععدته بالعكس عم بتحبه بعض اكتر. اه شايفة هون كمان في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد. على صعيد العاطفة للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية اه مشاكل نهاية لطرف تالت نهاية العوائق و اه انتقال موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني. فعم بشوف من اه من السلبية رح تروح للاجابية العلاقة. كمان بالعلاقة الثالثة اه رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع. رح يكون في انتصار على الطرف الثالث. الطرف الثالث اه رح ما بعرف بسميها فضيحة او اه شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث ازا كان فيه طرف ثالث. اه رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف الثالث اه هو اللي كان عم اه يعني بيحاول يغميله على عيونه. اه شوف طلهلك تسعة وتسعة يعني قلتلك قبل شوي انه يعني القرب من نهاية الموضوع الا اولى في الحياة يعني دورة حياة اه قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة. فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او عاشها اللي هي اختلاف اه كبير في ما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور. اه عم بتكون اه مخاوفك كل ياتا عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف اه رح يعني اه تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الامور واضحة قدامك اه رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كل ياتا. هاي الفترة شايفتك شوي اه مع المادة عم بتحافظ كتير على الفلوس اللي معك واكنه اه يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة اه يعني صح عم بتبعزق على امور اه يعني لبس وكزا وهات بس اه بالامور اه المبالغ الكبيرة لأ عم بتحس عم بحسك عم بتجمد عم اه بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير اه ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس. فشايف الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن اه بتدرج في اه شوية صبر. اه خلينا نشوف الاوراكلز لبرج السرطان نصيحة شو بتقولهم. هاي الفترة. عم بحس يعني اغلب الابراج عندهم صعوبات هاي الفترة ما بعرف ليش. ولكن رايح للافضل يعني هي فترة بنصبر شوي عليها وبعدين كل الامور تستقر. شو بتقولك النصيحة? شايفيتك عم زي ما قلنا في الكروت بيقولك اه كيف قوين فورورد يعني الطريق اللي انت ماشي فيه كمل فيه بطريق مستقيم اه مع انه في ناس راح تكون اه ضدك في اه امور يعني امور تانية راح تكون ضدك مش بس اشخاص ممكن تكون اه ظروف ممكن تكون تحديات ولكن بيقولك خليك على نفس الطريق ورح توصل. في افق وبعيدة يعني في اه يعني الافق راح توصل لابعد نقطة يعني ممكن تتخيلها. فخلينا نكون متفاقلين هاي الفترة يا برج السرطان ونطول بالنا. برج السرطان هيك دايما بيفكر بالمثالية بالا انه يكون نمبر ون انه فبدنا شوي نص برعة بما نوصل لهاي المرحلة. لانا راح نوصلها راح نوصلها. بحكي عن حالي كياني برج السرطان. اه هون بشوفك عم بزيد الوعي عندك زي ما قلنا قبل شوي حقائق اه شغلات غير هيك عم بزيد وعيك عم بتزيد الحكمة عندك. اه في اشخاص كنت يعني اه تعطيهم حجم كبير الان عم بتحجمهم. في عندك كان مخاوف الان عم بتزول. اه فالوعي عندك اه كبر او حتى في بعضكم عم يشتغل على على عم يشتغل على موضوع الروحانيات. اه عم بشوفوا بالمستقبل بيشتغل في هذا المجال بهذا الفيلد. اه او هو بيسعى بالمستقبل انه يشتغل في هذا الموضوع. او قريدي هو عنده شي سنتر يمكن للريكي لل متل هاي الامور لليوغا. اه عم بيحلم مت يمكن البعض منكم انه يوصل لهيك شي. ورح يوصل لنبيان.